مساء الخير عليكم جميعا ألف مبروك لكل الأسر الخارجين في الكليات والمعاهد العسكرية اللي اتخرجوا النهاردة في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة بإذن الله يكون في نمازج مشرفة وإضافة لمنظومة عمل القوات المسلحة خلونا أقول لكم في البداية حلقتنا النهاردة فيها إيه هيكون في أخبار كتير وهنتابع حالة الطقس اللي الأرصاد بتقول إن الأمطار هتكون شديدة كمان هنتابع قصة السخرية من مزعين إزاعة الكرآن الكريم يعني خلاص إحنا مش لقين أي موضوعات نسخر منها ونتريق عليها فما فيش قدامنا إلا باقي إزاعة الكرآن الكريم ومزعينها فنسخر بقى ونتريق ونتحك بالإضافة كمان لإنه إحنا في مشاكل وفي استغاثات معانا هنحاول إن إحنا نترحها النهاردة وننتظر الرد من كل المسؤولين اللي الحقيقة ما بيتأخروش علينا خلوني أقول لكم كمان إنه فقرتنا النهاردة هتكون مع سيادة اللواء محمد أصدلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اللي هيكلمنا عن فكرة الدولة لدعم المستثمرين إزاي بيتم دعم الشباب في قطاع التنمية الصناعية وإيه كمان أهم مشاريع المستقبل تفاصيل أكتر هنتكلم مع ضيفي العزيز أهلا بكم في تسعين دقيقة ترجمة نانسي قنقر